14- رحيل مثقل بالأسف بحلول عام 2009 كنت قد زرت العراق ثمانية مرات وتراوحت فترات إقامتي فيه بين بضعة أشهر وبضعة أسابيع كنت قد عملت هناك في تحليل التوترات الطائفية وعلاقات العراق مع الدول المجاورة وأمضيت فترتين كنت أطلع السفير خلالهما على المستجدات كما ساهمت في عمليات البحث عن الزرقاوي خلال زيارة الأخيرة تبادلت المعلومات مع عملاء استخبارات آخرين وكنت أحد المحللين المخضرمين المشاركين في الزيارة ومن بينهم عدد من ممثلي الطابق السابع لقد أدهشني مدى التغيير الذي كان قد طرأ على مجمعنا الذي أصبح يشبه بلدة أشباح كما أدهشني الصمت والهدوء فلم أسمع خلال الأسبوع أي دوي انفجار كانت آخر زياراتي الطويلة إلى العراق قد تمت في عام 2006 وكنت خلالها ضمن مجموعة مخصصة للقضايا الاستراتيجية مكلفة بالبحث الميداني للإجابة عن سؤال محدد أثاره أحد صانعي السياسة منعتني الوكالة من ذكر ما كان يتضمنه السؤال كان أعضاء طاقمي في هذا العمل هم بين تي وإيريك بي وإليزا إس كانوا زملاء ممتازين وتمكن من إنجاز عمل بالغ الجودة للوكالة وكان عملنا ممتعا لأننا كنا نعمل بعيدا عن قيود العمل في مقر الوكالة وكان وجودك في العراق كمحلل يتيح لك تحكما ذاتيا في نفسك فكنت ترتدي ما يعجبك من الملابس وكنت تتمشى إلى مكان عملك القريب جدا من مقطورة سكانك كما كنت تتسلم مخصصات إضافية لكونك تعمل في منطقة حرب ولم تكن مقيدا بطلبات مدرائك المزاجية ولم تكن غارقا تحت وطأة المطالبات بتقديم تقارير الاستخبارات الآنية كل أسبوع كان العمل الميداني يتيح لك الاطلاع على بعض الحقائق على الأرض حول ما كان يجري في العراق كان نشاط بين وإيريك يضيف عمقا لما كنا نؤديه من عمل وكانت إليزا تتولى تنسيق جداول عملنا بشكل يمكننا من التنقل بأقل ما يمكن من الإرباك وهو عمل ليس سهلا كان موسم الصيف هادئا نسبيا وكان من المقرر لنا كلنا أن نغادر في أوائل أيلول إلا أنه تبين أنه كان علي أن أقضي فترة إضافية أخرى قبل رحيل عن هذا البلد المبتلى ففي آب اندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله وفور مباشرة إسرائيل بقصف بيروت بدأ الصدريون بقصف المنطقة الخضراء في بغداد فيما اعتبر هجوما تضامنيا كنا نعرف منذ البداية أن الصدر كان معجبا جدا بحسن نصر الله فوجدنا أنفسنا نسارع يوميا بحثا عن الاحتماء من قذائف الهاون والصواريخ فكنت أتطلع بشوق إلى المغادرة لدى عودتي إلى الولايات المتحدة في 2006 كان قد تجمع لدي حق التمتع بإجازة مطولة لكون أنضيت فترات طويلة في منطقة حرب فتوجهت إلى كاليفورنيا للزيارة عائلتي وبقيت معهم ثلاثة أسابيع تقريبا في اليوم المحدد لعودتي إلى واشنطن انتابني شعور بالرعب من التقيد بكتبي في لانجلي فحاولت وأنا في طريقي إلى المطار أن أبحث عن عذر يحول دون صعود إلى الطائرة وكانت أعماقي تنبهني إلى أن الوقت قد حان لترك عملي في الوكالة ولكني لو فعلت ذلك على الفور لكنت قد أضعت فرصة إطلاع الرئيس ونائب الرئيس على ما كنت قد شاهدته وما كنت أعرفه في لانجلي بدأت أفكر بمهمة تحليلية تبعدني عن العراق الذي كنت قد شبعت منه أما القشة التي قسمت ظهر البعير فكانت على شكل تقرير مطول عن الصدر وأتباعه الذين وصفتهم بأنهم سيمثلون قوة لا بد من التعامل معها خلال السنوات الخمس المقبلة أما الجنرال روبرت أوديرينو قائد القوات في بغداد فلقد عبر عن انزعاجه لدى قراءته التقرير بذلي أن أهم ما أزعجه في تحليلي هو أنه جاء متناقضا مع وجهة نظره التي كان يرسلها إلى الرئيس ونائب الرئيس حول تحقيق التقدم في العراق ثم ترتب علي أن أخفف من مضمون التحليل لإرضاء صانعي السياسة وفجأة طلب مني أن أقدم ورقة تتناول ما سيقول إليه الصدر بعد ستة أشهر وليس بعد خمس سنوات جمعوني مع محللا جديد فتعاوننا على مراجعة وتعديل تحليل الأصلي عن الصدر التحليل الجديد لم يتضمن غير إعادة ترتيب محتويات الورقة التي اعترض عليها أودرينو ولكن صياغتها استهدفت تفادي انتقاداته المحللون الذين يمضون فترات طويلة في العمل على ملف معين كثيرا ما يصابون بما يشبه الصدمة لدى انتقالهم إلى العمل في مكتب جديد يكون المحلل مدركا أنه بحاجة إلى تحدي جديد في عمله ولكنه سيكون قلقا حيال ترك ما كان قد اعتاد عليه شاهدت ذات يوم إعلانا داخليا يعلن البحث عن محلل قيادات فيما يتعلق بكوريا الشمالية فظننت أن ذلك ربما كان ما سيلبي حاجة إلى إعادة تنشيط ذهني وأن متابعة عالم كيم جونج إل الغريب سيكون ممتعا أصدقائي اعتبروني مجنونا ولكني حضرت المقابلة وسرعان ما قبلت الانضمام إلى طاقم كوريا الشمالية كانت تلك خطوة غريبة في مسار عملي الوظيفي لكونها أبعدتني عن المنطقة التي كنت أعرفها غير أن كوريا الشمالية كانت تحتل مركزا متقدما ضمن قائمة أولويات البيت الأبيض وكانت ستحقق لي بداية جديدة في العمل على موضوع آني ومهم باشرت العمل في شأن كوريا الشمالية وفي شأن كيم ولكني فشلت في توليد الحماس للموضوع كانت الوكالة مقتنعة كليا بتقييمها لكيم وكانت تخوض معارك يومية مع وزارة خارجية حول وجهة النظر الصحيحة تجاه نظامه وكان الأسوأ من ذلك هو أن نظام كيم بات يشبه نظام صدام في العديد من جوانبه فقلت لنفسي لقد سبق لي وأن حضرت هذا الفيلم وأعرف أنه لن ينتهي على خير كما كنت أدرك أني بحاجة إلى سنوات عديدة قبل أن أصبح ملما بالشأن الكوري الشمالي كما أدركت أني لم أكن أعرف شيئا عن آسيا وأن وضعي كان يشبه إنعكاسا لمفارقة انتقال كريستوفر هيل من كوريا إلى العراق ولكنه كان سفيرا يمكنه الاستعانة بخبراء يوضحون له الصورة أما أنا فكنت محللا مطالبا بأن يكون خبيرا لنفسه فتوصلت أخيرا إلى أن خياري الوحيد كان أن أترك وكالة الاستخبارات بعد قضاء فيها 13 عاما كانت مغادرة تجربة تحرر كنت قد انتقلت إلى جهة شقيقة وهي مركز مكافحة الإرهاب القومي بمدينة ماكلين في ولاية فيرجينيا في الوقت الذي كان العديد من العاملين لدى وكالة الاستخبارات قد أدمنوا على الحياة فيها ولا يمكنهم تصور العمل بعيدا عنها فكانوا إما لا يريدون حرمانهم من الاطلاع على المعلومات السرية وإما كانوا يفضلون تأجيل مغادرتهم حتى تتجمع لديهم سنوات خدمة تؤهلهم للتقاعد أو كانوا ببساطة يحبون العمل الحكومي ومهما كانت الأسباب فضل الكثيرون البقاء حتى بعد أن أصبح عملهم مملا كان أفضل جوانب عملي لدى الوكالة يتمثل في فرصة القيام بعمل لا يتوافر في أي مكان آخر فحين غاب ذلك فقدت كل شيء في نظري فلقد تحولت الوكالة إلى مؤسسة مصابة بتصلب الشرايين برغم قيامها بتعيين كل تلك الذماء الشابة خلال السنين الأخيرة وكانت الوكالة لا تزال تعتقد أنها قادرة على تحويل أي شخص إلى محللا من الطراز الأول خلال بضعة أشهر ولكن خبرتي تؤكد أن هذا التوجه ليس صائبا وربما كان الأمر الأسوأ أني كنت متأخرا جدا في مجال التكنولوجيا المتعلقة ببعض جوانب البحث التحليلي كانت هذه الحالة تعيق المحللين من أداء عملهم بأفضل ما يمكن بعد مغادرة قامت الوكالة بتغيير اسم مديرية الاستخبارات إلى مديرية التحليل فالوكالة تجيد تغيير الأسماء ولكنها لا تجيد تغيير طباعها أو أساليبها كنت قد لعبت دورا صغيرا جدا في كارثة جسيمة جدا ألمت بسياسة أمريكا الخارجية وهي حرب العراق أنهينا أنا وزملائي في الوكالة عملنا بأسف عميق لما أصاب صورة أمريكا حول العالم ولكل الشباب والشابات من أفراد قواتنا المسلحة الذين إما قتلوا أو عادوا إلى ديارهم مصابين بجراح جسدية أو نفسية ولما فعلته الولايات المتحدة بالشعب العراقي في اليوم الأول من وجودي في العراق مر السائق الذي نقلني من المطار إلى الفيلا القريبة من القصر الجمهوري بالقرب من مجموعة من الأطفال الذين كانوا يلعبون على قارعة الطريق فقال لي هؤلاء هم سبب وجودنا هنا كان ذلك ما خطر لي أيضا وإن كنت أتأمل إن كان محقا بما قال منذ ذلك الحين تبين لي أن آماله لم تتحقق فكان وجودنا يستند إلى مخيلة المحافظين الجدد المتعلقة ببسط النفوذ الأمريكي في المنطقة وإلى قناعة الرئيس بوش بأن صدام أراد قتل بوش الأب هل كانت إزاحة صدام من السلطة أمرا مجديا؟ لا أعتقد ذلك كان صدام في 2003 منهمكا في تأليف الروايات ولم يعد يدير الحكومة هل كان ولداه سيخلفانه؟ ربما ولكنهما ما كانا على الأرجح سيتمكنان من البقاء طويلا فمن الأرجح أيضا أن أحد الضباط السنة من المحور العسكري الأمني سينقض على السلطة بانقلاب ما كان مثل هذا المشهد سيبدو جميلا ولكنه كان على الأقل سيكون حلا عراقيا لمسألة من يحكم العراق فكانت الولايات المتحدة ستتمكن عندئذ من تجديد التعامل مع النظام الجديد لا أرى وأنا أكتب هذه السطور غير العواقب السلبية التي ألمت بالولايات المتحدة بسبب إطاحة صدام أولا أصبح الشرق الأوسط يزداد اعتماده على أمريكا في إصلاح مصائب المنطقة ولتولي دور الوسيط في النزاعات المحلية خاصة في العراق كلما سعت الولايات المتحدة إلى دفع العراقيين نحو تسوية خلافاتهم وإلى إعادة بناء بلادهم كانت القوى السياسية العراقية تنشطر إلى مجاميع طائفية تتنافس فيما بينها لكسب الدعم الأمريكي ثانيا لقد أنفقنا تريليونات الدولارات وضحينا بآلاف من الرجال والنساء من أفراد قواتنا المسلحة لنحصل في نهاية المطاف على بلد تزيد فيه حالة الفوضى على ما كانت عليه إبان حكم صدام البعثي ثالثا لقد نهض عفريت الأصولية الإسلامية بنقمة تجعله يشكل تهديدا يتفاقم يوميا ولقد أثبت تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتفرعة عن القاعدة أنهم أكثر عنفا من تنظيم القاعدة الأصلي الذي خطط لهجمات 11 من أيلول من ملاذه الآمن في أفغانستان الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لتنظيم معادا بضراوة للغرب مثل داعش أن يسيطر على أراضي يستخدمها كملاذ آمن ولتدريب الإسلاميين المتطرفين تنصب عزيمة الجهاديين في القضاء على النفوذ الغربي في المنطقة ويلهمون أتباعهم بشن هجمات فردية في الولايات المتحدة وأوروبا وينسقون عمليات إرهابية في الخارج لا تستهدف غير قتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين كما حصل في باريس في تشرين الثاني 2015 أما تطور وتحول داعش إلى منظمة إرهابية دولية تستهدف العدو القريب المتمثل في الأنظمة الكافرة في الشرق الأوسط والعدو البعيد في الغرب فلا يمثل تهديدا أمنيا فحسب بل يمثل معضلة تتمثل في كيفية الموازنة بين التدابير الرادعة والحفاظ على الحرية المدنية صحيح أنه من المبكر أن نجزم بأن تحول داعش يشكل تهديدا خطيرا على الأراضي الأمريكية ولكن يجدر بنا أن نستعد لمواجهة ذلك الاحتمال يبدو أن إيران كانت أكثر المستفيدين من مغامراتنا في العراق فلقد شاهد الشيعة في طهران اقتياد الطاغية السني في بغداد إلى حبل المشنقة من قبل حلفائهم الشيعة العراقيين وأصبح لديهم جار على حدودهم الغربية تقوده حكومة شيعية لقد تبددت في الوقت الحاضر على الأقل مخاوف إيران من مواجهة عراق مسلح راغب في حسم ملائم للطريق المزدود الذي أنهى حرب السنوات الثماني بين البلدين لقد أصبح العراق أحد أكبر شركاء طهران في التبادل التجاري كما أسفر تكوين حكومة شيعية في بغداد عن إعادة إحياء المخاوف إزاء قيام الهلال الشيعي ليهيمنا في يوم من الأيام على المنطقة ويهدد الأنظمة الملكية السنية أما الأكراد الذين دفعوا ثمنا دمويا لمعارضتهم حكم صدام فربما سيتمكنون من الخلاص وكانوا بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ألد أعداء أنفسهم فكانوا يتقاتلون فيما بينهم أكثر من مقاتلتهم لصدام ولكن في أعقاب الحادي عشر من أيلول باتوا يعلمون أن حلمهم الأزلي بكردستان مستقلة قد يتحقق الأحزاب السياسية الشيعية المتحالفة في غالبيتها مع إيران كانت أكبر الفائزين إلا أنها كانت في الوقت ذاته شأنها شأن الأكراد العازمين على الاستقلال تعارض بشدة أية مصالحة طائفية أو عرقية في العراق البلدان الديمقراطية الغربية تعتبر المصالحة السياسية دواء شاملا لكونها تبدد خلافات مختلف المساهمين أما العراق فلا يعمل على هذه الشاكلة فظلت السياسة في العراق طوال القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين تعمل بمبدأ الفائز يكسب كل شيء يسر المسؤولين السابقين في إدارة جورج بوش أن يشير إلى أن سقوط صدام أشعل فتيل الربيع العربي ربما كان ذلك صحيحا ولكنه ليس مما يفتخر به فسرعان ما تحول الربيع العربي إلى شتاء عربي اتسم بالحروب الأهلية والفوضى السياسية ولقد أظهر فشل الربيع العربي في بعض الحالات صلابة الأنظمة العربية ذات القيادات الفردية الاستبدادية وفي حالات أخرى الفوضى العارمة الناتجة عن استبدال القيادة القوية بفراغ سياسي وكانت إزالة صدام نقطة التحول في تدهور جيل الستينيات من القادة العرب المتسلطين ولكن زواله ترك فراغا سيملأه على الأرجح قادة أقوياء تكون أيديهم ملطخة بكميات أكثر من الدماء لقد أثبتت إزالة صدام من السلطة أنها نكبة حلت بالعراق الذي بات الآن دولة فاشلة بجميع المعايير ويعود هذا الانهيار إلى جملة من العوامل قناعة إدارة بوش الزائفة بضرورة خوض الحرب وزج قوة غازية لم تكن كافية لإنجاز مهمتي إطاحة صدام مع القدرة على حفظ السلام في أعقاب إطاحته وعدم وجود خطة للانتقال السياسي بعد تنحيته ولكن هذه الكارثة السياسية لا يجوز لها أن تحمل عبارة صنع في أمريكا بأكملها فلقد حصلت الولايات المتحدة على الكثير من المساعدة من أصدقائها العراقيين المغتربين الذين أمضوا سينية منفاهم في السعي إلى إقناع واشنطن بإطاحة صدام من الصعب القول ومن الأصعب الاستماع إليه أن علينا أن لا نيأس من العراق لقد شاهدت عن كثب مساعينا لمساعدة العراق وأصبحت أتفهم تماما أننا لا يمكننا القيام بما لا يفعله العراقيون بأنفسهم ولكن الولايات المتحدة لا بد لها من إصلاح روابطها مع السنة وأن تفعل ما في وسعها لإجبار الحكومة الشيعية في بغداد على تبني التسامح والتعددية في تعاملها مع حكام العراق السابقين صحيح أنه مطلب صعب ولكنه ضروري إن كان العراق وجيرانه يرومون دحر تنظيم داعش على كل من المدى القريب والبعيد كما أن وكالة الاستخبارات المركزية بحاجة ماسة إلى الإصلاح وأتوقع أن الحل لا يكمن في لانجلي كانت سنوات عهد بوش قاسية كما هي حال سنوات عهد أوباما فكلما زادت ثقة أوباما بتوجهاته الذاتية في شؤون السياسة الخارجية تناقص اهتمامه بما تقوله الوكالة أما الذين عليهم مراجعة أنفسهم حول الاستفادة من الاستخبارات فهم الرؤساء وصانع السياسة في كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية البداية الصائبة تتمثل في الإقرار بأن وكالات الاستخبارات لا يمكنها غير تقديم المعلومات وأنها ليست بلورة سحرية قادرة على قراءة المستقبل ويترتب على مدراء الطابق السابع أن يحد من رواج الانطباع القائل إن الوكالة تعرف كل شيء كما يترتب على محللي الوكالة أن يزيد خبرتهم عمقا التوجه الحالي في الوكالة يرتكز على تطوير مهارات التحليل التي كثيرا ما تتضمن تطوير فرضيات تتم مناقشتها في اجتماعات تتيح للجميع طرح الأفكار والانتقادات وهو توجه مفيد لو تم بالأسلوب الصحيح ولكنه لا يتجاوز حاليا كونه ضرورة خاطئة فهو يستخدم غالبا كوسيلة للتغطية ويتيح للوكالة الإشارة إليه أمام منتقديها بأنها فعلت كل ما في وسعها للتوصل إلى الإجابات الصائبة فالإجابة الصحيحة لن تظهر ما لم يكن لديك محللون يتمتعون بالعمق وليس مع وجود كادر كبير من المحللين لابد أن يكون أبرز اهتمامات الوكالة هو التأكد من أن محلليها لديهم الخبرة الكافية لتمكينهم من بلوغ حقائق تستحق طرحها أمام اجتماعات المناقشة فبعكس ذلك ستستمر الوكالة في الوقوع في فخ الحاسوب إن أدخلت الزبالة فلن تحصل على غير الزبالة أسلوب التغطية الذي تتبعه الوكالة لحماية نفسها يشكل عقبة جسيمة الخبرة لا تثمن بل ولا يثق بها لأن الخبراء يغطئون أحيانا انظر إلى إيران في 1978 وأوائل 1979 حين أسفرت المظاهرات وأعمال الشغب عن إجبار الشاه على الفرار من البلاد حين كانت الوكالة تفتقر بدرجة مذهلة إلى تفهم المعارضة للشاه أما الخبرة الأوسع فسوف تساعد صانعي السياسة في أغلب الأحيان على تكوين تفهم أفضل للقضايا المتحكمة في الأوضاع وكانت الوكالة خلال فترة السنتين ونصف السنة الأخيرة من حكم صدام تفتقر إلى الفهم الصائب لحكمه إذ كان هناك نقص خطير في الفهم الحقيقي لصدام وفي المحللين من أصحاب الخبرة القادرين على استخلاص الزبدة المفيدة من الكم الهائل من التقارير الميدانية إن كان علينا أن نخوض الحرب مجددا وهو أمر مؤكد عاجلا أم آجلا سيترتب على الولايات المتحدة أن تتحقق تماما من كونها ستقاتل بدوافع حقيقية سليمة الشروط التي وضعها كولين باول قبل حرب الخليج كان لابد من جعلها المعايير القياسية لاتخاذ قرار التحرك العسكري في 2003 كان مذهب باول يتضمن عددا من التساؤلات التي تتطلب أجوبة إيجابية ومن بينها هل هناك ما يهدد عنصرا حيويا من عناصر أمننا القومي؟ هل تم تقدير المخاطر والتكاليف بشكل كامل؟ هل استنفذت جميع السياسات غير العسكرية؟ هل لدينا استراتيجية للانسحاب؟ هل يلقى التحرك العسكري تأييدا في الداخل وفي الخارج؟ لقد تم تهميش باول إبان عهد جورج بوش الإبن من قبل معاوني البيت الأبيض العازمين على القضاء على صدام كان قرار التخلص من صدام يكمن في نهاية الأمر بين يدي الرئيس وسيظل جزءا لا ينسى من تركته وبدأ القرار مدفوعا باعتبارات شخصية كما بدأ خاليا من أي فكرة عما ستفعله الولايات المتحدة في أعقاب الغزو كما لو كانت الأمور ستدبر نفسها بنفسها السياسات المكونة بدوافع شخصية تنبع من القلب وليس من الدماغ وكثيرا ما تسفر عن تداعيات غير مرغوبة لا بد أن يكون العراق موضوع رواية تحذيرية لرؤساء المستقبل ولا بد أن تكون وكالة الاستخبارات أكثر اتزانا وعقلانية بعد مشاركتها ومساهمتها الواعية في مسألة العراق حين كانت تلبي بعبودية ما كان يطلبه الرئيس سعيا منها كضرورة حتمية إلى الاقتراب من مركز السلطة ولتبرير حجم ميزانيتها ولكن بعض أفراد الوكالة يسربون المعلومات كلما اختلفوا مع قرارات الرئيس المتعلقة بالحرب طوال عملي لدى الوكالة لم أرى مثل ذلك الكم من المعلومات الخطيرة والسرية التي تم تسريبها ما كان يسيء إلى الإدارة وإلى الوكالة وإلى القوات المسلحة بدلا من إظهار القادة الأجانب شياطين كما حصل مع صدام على الولايات المتحدة أن تتعامل معهم بأسلوب واقعي ناضج الدول الديمقراطية تنفر من الطغاة ولكنهم يقومون أحيانا بمساعدة الولايات المتحدة في تدبر أمر الأسوأ منهم مثل تنظيمي داعش والقاعدة وإيران لو توجهت الولايات المتحدة إلى وصف خصومها الأجانب بالشياطين تبدأ الخيارات المتاحة لنا بالتناقص ففي 1990 مثلا شبها جورج بوش الأب بهتلر ربما كان هناك ما يبرر ذلك التشبيه ولكن الواقع هو أن بوش زاد من الصعوبات التي واجهته وواجهت من تلاه من الرئاسة في التوصل إلى سياسة بناءة تجاه العراق فمن كان سيتمكن من التفاوض مع هتلر غالبية قادتنا السياسيين يلاقون صعوبة في تفهم ذلك أعرف أن بعض الناس سيتساءلون كيف يمكننا تكوين علاقات مع أشخاص يقتلون أبناء بلدانهم ولكن لننظر إلى سوريا لقد أسفرت جهود إزالة الأسد عن مقتل مئات الآلاف وعن نزوح نصف سكان سوريا عن ديارهم ما أدى إلى أزمة لاجئين ذات عواقب جسيمة للشرق الأوسط ولأوروبا كم سيكون رائعا لو وجد سوري من طراز توماس جيفرسون وراء الكواليس ينتظر تولي الأمور بعد سقوط الأسد ولكن لم يتقدم أحد حتى الآن ليتسلم ذلك الرداء كان علينا أن نقدم هذه الرسالة نفسها إلى إدارتي كلينتون وبوش حين سألون عن البدائل الديمقراطية لحكم صدام على الولايات المتحدة أن تطور وتحسن قابليتها في مجال الاستخبارات والاستخبارات البشرية بشكل خاص الفشل التام في العراق أكد بشدة على الحاجة لأناس يقومون بجمع المعلومات فالوسائل التقنية مثل الإنصاط والرصد المصور من بين غيرها لها أهميتها ولكنها أدوات لا بد من ارتباطها بأشخاص قادرين على استشعار ما يجري على الأرض في مجال الشؤون الخارجية تقوم الولايات المتحدة بإعادة اختراع العجلة نتيجة نسيانها السريع لدروس آخر حرب خاضتها تماما كما ينسى الناس آلامهم تصاب الولايات المتحدة بداء النسيان حيال الدماء والأموال المهدورة في الحرب نحتفل بانتصاراتنا ولكننا لا نحاسب الحكومة حين يفشل استخدام القوة في بلوغ غايته أو يخلف الفوضى في أعقابه خلال السنوات التالية لمغادرة وكالة الاستخبارات كنت كثيرا ما أفكر بصدام الذي تمكن من اختراقي جلدي ليعشش في ذهني ربما كان ذلك يعود إلى شعوري المزمن بالذنب لكوني شاركت بالكثير مما وقع في العراق من أخطاء لدى عودتي إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى سألوني عن ماذا معرفتنا بصدام فقلت إنني اقتربت من الإلمام به ولكني أدركت بعد مرور السنين أن زملائي وأنا ما كنا نعرف عنه شيئا كنا أسرى الانطباع المبني على أحداث 1990-1991 حين تسبب بقتل مئات الآلاف من أبناء شعبه في فوضى الغليان التي تبعت الحرب العراقية الإيرانية كنت أرى صداما عن قرب يوميا على مدى أشهر عديدة وجرت بيننا مناوشات حول أسالبه الوحشية وكنا نتناقش حول التاريخ والزعمة وشعرت بشخصيته الجذابة وبحدود ذكائه وكنت أحترمه يوما ثم أكرهه في اليوم التالي ولم أكون في نهاية المطاف غير مخطط صورة للرجل وسوف أمضي حياتي في ملء الفراغات في تلك الصورة في كانون الأول 2006 كنت في مقر وكالة الاستخبارات المركزية مكلفا بترقب إعدام صدام كان دوري لتولي المناوبة خلال عطلة نهاية الأسبوع وكان علي أن أبلغ الطابق السابع عن أية تطورات لكوني قد أمضيت وقتا طويلا مع صدام ويبدو أن مديري توقع أنني سأكون مهتما بعملية إعدامه ولكنني لم أكن مهتما لم أكن متعاطفا مع صدام ولكن الإسراع بإعدامه بدأ غير مناسب كنت أتوقع أن محاكمته وتنفيذ عقوبته كانت ستتم بشكل مدروس ومنسق ورزين فلم أكن مهيئا لما حدث فلقد أصابت الصدمة كلا منا ممن كانوا قد تابعوا مسيرات حياته العملية كانت حكومة نوري المالكي الشيعية تكاد لا تصبر للتخلص من صدام ولكن الحكومة الأمريكية قد توسلت العراقيين بتأجيل الإعدام إلى ما بعد عيد الأضحى ظن منها بأن التجاهل ذلك سيسيء إلى مشاعر المسلمين في العراق وفي المنطقة ولكن ما حدث هو أن السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زادة ونائبه ديفيد ساترفيلد كان خارج العراق لقضاء فترة أعياد الميلاد وكان قد أبلغ القائمة بأعمال السفير مارغريت سكوبي بعدم التوقيع على أي شيء يمكن اعتباره الضوء الأخضر لتنفيذ عملية الإعدام ويبدو أن كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع كان عليها أن توافق على نقل صدام من معتقله الأمريكي كان صدام قد أكد مرارا أنه لا يخشى الموت وبدى مستسلما لمصيره بل ربما كان الموت سيريحه إذ كان يبدو غاضبا من احتجازه ومن الإذلال الذي تعرض إليه خلال محاكمته قال لي أحد أصدقائي في السفارة في وقت لاحق كل ما كان على سكوبي أن تفعله هو أن لا تفعل شيئا كان توقيعها ضروريا للاستمرار في عملية الإعدام وكانت قد تلقت أوامر محددة من السفير ونائبه بعدم التوقيع على أي شيء إلى حين عودتهما من إجازتهما بمناسبة أعياد الميلاد وكانت سكوبي تجيد عدم القيام بشيء ولكنها خضعت في هذه الحالة إلى ضغوط العسكريين الذين كانوا يتطلعون إلى التخلص من صدام من خلال تسليمه إلى العراقيين هكذا تتم بعض أهم المناسبات التاريخية ليس من خلال الكثير من التأمل والمراجعة وإنما بفعل الصدف والظروف كنت أتوقع أن إعدام صدام سينقل عبر التلفزيون لكونه سيعرض على العالم وللعراقيين بشكل خاص بأنه مات أفق سلطة القانون ولكن الذي تم بدلا عن ذلك هو أن التسليم تم في الظلام بعد منتصف الليل لدى قيام مروحية أمريكية بنقل صدام من سجنه إلى مجمع تم فيه تسليمه إلى حكومة المالكي ثم تم نقله بسرعة إلى سرداب أحد المباني الحكومية العراقية لا يعلم غير الله ما جرى بين صدام ومحتجزيه أما ما شاهده العالم في اليوم التالي فكان مروعا في تسجيل فيديو مصور بهاتف محمول ظهر صدام وهو يتسلق منصة مؤقتة ليواجه مضطهديه شاهدنا جمهرة غوغاء شيعة يطالبون بعلو أصواتهم بالانتقام من سيدهم السني السابق لم يكن ذلك ما يفترض أن تكون الولايات المتحدة قد قاتلت من أجله لم يكن ذلك ما كان شبابنا وشاباتنا يموتون من أجله لم يكن ذلك ما كان قد وعد به الرئيس بوش للعراق الجديد بينما كنت أشاهد الصور رديئة الجودة التي كان يلتقطها بهاتفه المحمول مستشار المالك للأمن الوطني موفق الربيعي وكان ما لفت انتباهي هو أن صدام كان الرجل الأكثر وقارا وهيبة في الغرفة لقد تعامل مع الموقف كما كنت أتوقع منه بتحدي وبلا خوف إلى النهاية كانت عملية إعدام مستعجلة تمت بمنصة مؤقتة في سرداب مظلم ببغداد بالنسبة إلي كانت قد انهارت آخر الركائز التي ارتكزت عليها عملية حرية العراق لم يكن صدام رجلا يجذب الإعجاب وكلما زادت معرفتك له تناقص مقدار إعجابك به لقد كان ارتكب جرائم مروعة بحق البشرية ولكننا أتينا إلى العراق قائلين إننا سنحول الأوضاع نحو الأحسن وسنجلب معنا الديمقراطية وسلطة القانون وها نحن نسمح بشنقص الدام في ظلام الليل نبذة عن المؤلف جون نيكسون خبير في شؤون الشرق الأوسط كان قد أمضى 13 عاما لدى وكالة الاستخبارات المركزية كمحلل لشأني العراق وإيران بعد مغادرته الوكالة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة مستشارا لزبائنه حول السياسات الإقليمية والمخاطر السياسية ولد نيكسون ونشأ في وانتاغ بولاية نيويورك حيث حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة هوفيسترا في 1985 وحصل على شهادة الماجستير في التاريخ من جامعة نيويورك في 1989 كما حصل على الماجستير في دراسات الأمن القومي من كلية أدموند والش للخدمات الخارجية التابعة لجامعة جورج تاون في 1996 يقيم نيكسون في شمال ولاية فيرجينيا منذ 1993 عمل فترة قصيرة في مقر الكونغرس قبل أن تعينه وكالة الاستخبارات المركزية محلل قيادات في 1998 خلال وجوده في الوكالة عمل على شؤون العراق وإيران وكوريا الشمالية ليصبح أحد المحللين القليلين الذين عملوا على شؤون من وصفهم الرئيس السابق جورج بوش بمحور الشر وفي 2010 قام نيكسون بإجراء أبحاث عن التطرف الشيعي في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب مكثى نيكسون وعمل في الشرق الأوسط بين عامي 2011 و2015 وتنقل على نطاق واسع في المنطقة وهو مختص في السياسات الإقليمية بمنطقة الخليج كما إنه متعطش للمطالعة في التاريخ والسير والسياسة وهو من سكان مدينة أليكسانداريا بولاية فيرجينيا هكذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وشكرا لكم على وقتكم وصبركم والحمد لله رب العالمين